أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترأس اجتماع المجلس اليوم عن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ يؤكد أن العزيمة والإصرار كان العامل الأساس وراء النجاح واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بدأ تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية وهي التجربة التي تقودها وزارة الداخلية وفي حال نجاحها سيتم تعممها لتسهيل حياة المتعاملين كما تم اعتماد تشكيل فريق لأتممة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفا خلال العقود القادمة هذا وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أنهيانة وهو مشروع وطني ستكون له بصمة تنموية دائمة بفريق عمل سينجز المهمة بكل اقتدار اشتركوا في القناة